موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة نطالع وإياكم كالمعتاد أهم ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم البداية من موقع الموقع بوست الذي عنوان في صفحته الرئيسية وقال قيدي في مقاومة حيفان يكشف لموقع بوست أسباب تقدم الميليشيا في الأعبوس وقال القيدي في المقاومة الشعبية في حيفان عبد الحفيد العريقي ميليشيا الحثي والمخلوع الصالح الإنقلابية اقتحمت منطقة الضبي أعبوس التي تعتبر جزءا من عزلة الأعبوس في مدرية حيفان وضاف العريقي الميليشيا الإنقلابية شنت هجوما عنيفا استمر ما يقارب عشر ساعات على مواقع المقاومة الشعبية في منطقة الضبي أعبوس وانتهى بسيطرة الميليشيا على المنطقة أكد العريقي إذ أن سيطرت الميليشيا الإنقلابية على مدرية حيفان بالكامل تعتبر مدرية سامع والصلو بالكامل تحت تصرفها في أي وقت إلى موقع مصدر أونلاين تابع موضوع السيول في محافظة إب وعنوان سيول الأمطار تجرف خمسة أطفال بينهم طفلة في محافظة إب وتقول التفاصيل جرفت سيول الأمطار التي هطلت على محافظة إب خمسة أطفال من رعاة الأغنام في منطقة المضابعة في عزلة بني مبارز وعشرات المواشي في مدرية القفر وذكرت مصدر محليان الأطفال أرادوا الاحتماء من غزارة الأمطار بأحد جسور منطقة المضابعة الأمر الذي جعل سيول الغزيرة والتي شهدتها المنطقة تجرفهم يتابع الموقع شهدت محافظة إب أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعالية وشملت مختلف مدريات المحافظة المقاومة ليست بندوقية فحسب تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف يسين سعيد نعمان مقالا ونشره في أكثر من موقع وقال يسين المقاومة التي حررت عدن هي القادرة على أن تقودها نحو المستقبل لكن قبل أن تقوم بهذه المهمة بنجاح لا بد أن تعمل على إقامة جسور مع هذا المستقبل حتى لا تغرق في المياه الضحلة التي تتسرب من روافد الميرات الثقافي والسياسي تلك المياه غير القادرة على حمل سفينة الإبحار المقاومة ليست بندقية فحسب ولكنها مشروع سياسي يبرر التضحية بل الموتى من أجله لو اقتصرت المقاومة على بندقية وتضحيات فقط فإن التحذير لن يعني أكثر من إعادة إنتاج البندقية في صراعات وثارات واستحقاقات يغيب معها المستقبل وينام الحاضر فوق جروح توقظ الفتنة مع كل حركة لابد من العودة إلى جذر الثقافة التي جعلت من عدن في تاريخها الطويل خيمة التعايش والتسامح والبناء في صورها الإيجابية التي إن تطلب الأمر تصدت العنف لحماية قيامها بتحريض حوافز البناء والتكامل والتفاهمات الإنسانية والحضارية داخل نسق التعايش والتي جعلت منها مدينة المدن وزهرة المدنية مشاهدنا إلى عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية وفات أصغر ضحية للهجمات الإرهابية في المكلة قال الموقع توفيت الطفلة مانار ذات السنوات الثمان على إصابتها في الهجمات الإرهابية في المكلة بحضر موت وقالت مصادر طبية لعدن تايم إن الطفلة توفيت متأثرة بجراحها بعد إصابتها في الرأس خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنود الأمن في حضر موت قبل أيام من عنوين الموقع أيضا عبوة ناسفة تحرق سيارة مسؤول في لواء الحزم الأمني في عدن إلى موقع تاغير نت والذي عنونا في صفحة الرئيسية وقال مصير غامض للوحدات العسكرية المحايدة في اليمن أيضا من العنوين التي جاءت بندغر يرسل تهديدات قوية لجماعة الحوثي ويؤكد التحرير بدأ في عدن وسوف ينتهي في مران عنوان من حضر موت ترسانة أسلحة وصواريخ مرعبة عثر عليها من قبل الجيش في مخازن سرية بجبال المكلة قال الموقع نقلا عن مصادر عسكرية أن قوات النخبة استولت على مستودع ضخم للأسلحة مخبأ في وادي بجبال الأوداس قرب المكلة وأن كمية الأسلحة التي تم العثور عليها تشمل صواريخ وقدائف هاون وألغاما فردية وألغاما مضادة للمدرعات وصناديق ذخيرة دول التحالف العربي والمسألة اليمنية تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في قطر محمد صالح المسفر مقالا ونشرته صحيفة العرب الجديد وقال الكاتب يأن أهل تعز من شدة المصائب التي حلت بهم عاما ونيفا وهم يتعرضون للقصف بكل أنواع الأسلحة تنهال عليهم من كل جهة ولا معين لهم ولا ناصر يقول أهل تعز دول التحالف لا تمدنا بما يجب لتحقيق النصر على الحوثي وصالح ذريعتهم في ذلك أنهم لا يريدون نصرا يتحقق بقوة حزب الإصلاح وآخرون لا يريدون نصرا يتحقق بقوة السلفيين والضحية تعز وأهلها واليمن عموما لا نريد أن ندخل في باب الاتهامات والاتهامات المضادة لأطراف يمنية لكن أقول والحق يقال إن على دول التحالف أن تحسم القضية تعز عاجلا وبقيادتها وتفرض سلطتها بعيدا عن حزب الإصلاح والسلفيين ليس سرا أن دول مجلس التعاون أنفقت على موائد رمضان في كل أرجاء الأرض مبالغ طائلة وأن 55% من الموائد الرمضانية ينتهي بها الأمر إلى النفايات كما تذكر الصحافة الخليجية أليس عارا على هذه الأمة أن تستغيث محافظة تعز لإنقاذ المستشفى الوحيد فيها مستشفى الثورة وتزويده بالمعدات والأطباء والمتطوعين والأدوية الصالحة للاستعمال البشري لإنقاذ المرضى المكومين في ردوهات المستشفى والطرقات من حوله لأنه لا وجود لأسرة ولا غرف عمليات صالحة لأن الحوثي وصالح دمروا كل شيء في تعز خصوصا وفي اليمن عموما الحكومات وأهل الخير في الخليج قادرون على إنقاذ المستشفى المذكور بكل ما يحتاج من صيانة ومعدات طبية وإنقاذ كوادره الطبية والتمريضية وموظفية بدفع مرتباتهم إذ لم يصل إليهم أي مدد مالي منذ أشهر آخر القول عامل أهل اليمن معاملة كريمة ولا تجعل الحاجة تذلهم فأنهم أصلكم ومادتكم أنقذوا مستشفياتهم من الهلاك وكوادرهم الطبية من الحاجة والتسول واعلموا أن اليمن رصيدكم البشري لمواجهة المحن القادمة علينا جميعا إلى عدن الغد عنوان في صفحته الرئيسية وقال تجار في كريتر يشكون فرض إتوات غير مشروعة قال عدد من ملك المحال التجارية لعدن الغد إنهم تسلموا منشورات عليها ختم الشرطة تطالبهم بدفع مبالغ مالية كإكرامية لأفراد يزعمون أنهم جنود من الشرطة ودع مالك المحال التجارية إدارة الأمن في عدن إلى التدخل لوقف هذه الأعمال التي قالوا إنها غير مشروعة ومخالفة للقانون موضحين أنهم يدفعون الضرائب المفروضة عليهم بشكل كامل إلى موقع يمن مونيتر عنوان في صفحتي الرئيسية وقال كارثة إنسانية وصحية وتقلص الخدمات الطبية يعصفان باليمن الموقع قال في التفاصيل حذرت منظمة دولية معنية بالشؤون الإنسانية والغذائية من كارثة إنسانية والصحية وغذائية في اليمن إذا لم تتم تغطية تلك الاحتياجات في أسرع وقت ممكن وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو 18 ألف حالة اشتباه بوباء حمضاناك في المدن اليمنية خلال الأشهر الست الماضية ودقي بعضهم حتفه في الفترة ذاتها وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق أن ما يقارب من 19 مليون يمني يعانون بسبب الحرب صعوبة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي ما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بالملاريا الكوليرا والحميات الفيروسية وقبل أن نطالع وإياكم ما تقول الصحافة العربية الصادرة اليوم في أعدادها نذهب إلى فاصل قصير كالمعتاد ومن ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين نصحبكم في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم فلنرى ما تقوله صحيفة الخليج بدأت وقالت وقفة في حجة لإطلاق صراح 14 صحفيا من سجون الحوثي تقول الصحيفة في التفاصيل نفذ صحفيون في محافظة حجة وقفة احتجاجية تضامنا مع الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي والصالح في صنعاء تحت شعار أنقذ الصحفيين اليمنيين وذلك بالتعاون مع مراكز إعلامية ومنظمة حقوقية ومبادرات شبابية وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل الدعوة لإطلاق صراح الأربعة عشر صحفيا الذين اختطفتهم الميليشيات منذ عام ورفع المحتجون في المظاهرة التي انطلقت في منطقة جمرك حرض في محافظة حجة لافتات تحمل صور الصحفيين المختطفين وشعارات تدعو إلى محاكمة منتهكي الحريات الصحفية في اليمن ولإعداد قائمة سوداء تمهيدا لمحاكمتهم مطالبين الأمم المتحدة بالقيام بدور فاعل وبالضغط على الميليشيات لإطلاق صراحهم إلى صحيفة عكاظ السعودية عنوانت وقالت الإنقلابيون يفشلون في معارك تعز في معارك تعز وتقول الصحيفة يحشد الحوثيون مقاتليهم في حيفان وسط تحذيرات من تصاعد هجمات الإنقلابيين من أجل السيطرة على المنطقة وتفيد الصحيفة تم القصف من قبل الإنقلابيين من ثلاثة محاور جبل الريامي وجبل هتاري وأضافت أن ذلك القصف قوبل بصمود من أفراد المقاومة والجيش الوطني فيما الميليشيات تستميد للسيطرة على بعض المواقع في قرية الضبي أعبوس ولا تزال أفراد المقاومة والجيش الوطني صامدين في صد الهجوم كيف سيكون العيد في اليمن؟ هذا ما حاولت صحيفة العرب الجديد الإجابة عليه وعنونت اليمنيون يشكون حالهم لا ملبس لا حلوى في العيد تنقل الصحيفة عن الخبير الاقتصادي عبد الجليل السلمي إن الكثير من الأسر لا تهتم بالعيد مع تراجع وفقدان مصادر دخل العديد منهم وارتفاع الأسعار التي قفزت نحو 30% نتيجة ترد الأوضاع يتابع السلمي احتياجات الناس الخاصة بالعيد تصطدم بارتفاع متصاعد للأسعار يقابله انخفاض في قيمة الراتب وتراجع للقيمة الحقيقية للعملة الوطنية الريال التي فقدت نحو 25% من قدرتها الشرائية يضيف يعيش عمال اليمن مع أسرهم للعام الثاني على التوالي أوضاعا صعبة إذ أجبر غياب الاستقرار السياسي وضعف الكهرباء ومخاطر بيئة العمل بالشركات الأجنبية إلى مغادرة البلد وقامت نحو 41% من المنشآت بتسريح 55% من موظفيها من عكس على مداخل الأسر التي فقدت مصادر عيشها إلى صحيفة القدس العربي تابعت الشأن السياسي اليمني وقالت ولد الشيخ يستهل مشاوراته الإقليمية حول اليمن بلقاء مع ولي ولي العهد السعودي تقول الصحيفة في التفاصيل استهل المبوث الأممي إلى اليمن مشاوراته مع قيادات إقليمية في إطار المساعي لحل الأزمة اليمنية بلقائه الذي عقده مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس أن الجانبين ناقشا مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها بحضور رئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر ومن المقرر أن تتواصل لقاءات ولد الشيخ مع قيادات إقليمية ويمنية حتى إنعقاد جولة الثانية من مشاورات الكويت حيث من المنتظر أن يلتقي مع الرئيس اليمني عبد الربو مصور هأدي ومع نائبه عن حركة التاريخ وعن وجود الدولة وضرورياتها كتب أنجد ناصر مقالا ونشره في العراب الجديد وقال الكاتب التاريخ لا يعود إلى الوراء قد لا يمشي في خط مستقيم إلى الأمام غير أنه لا يرجع إلى الوراء مثل مياه النهر التي تصب في اتجاه واحد قد تغير مجرها لكنها لا تعاكس مجرها مثل ما تفعل في وقت معين ولسبب معين أسماك السلم في رحلتها الانتحارية تعمل في التاريخ قوى مختلفة الحجوم وقوة الدفع غير أن التاريخ نفسه بصفته معطن أو أمثولة يخبرنا أن قوى الاعتراض على المجرى العام للتاريخ وسماته الرئيسية لا تنجح في إيقافه تماما ولا تتمكن من تغيير مجرها تماما بوسعها أن تضع عارضة ترمي صخرة في مجرها وربما تتمكن من حرفه قليلا غير أنه سرعان ما يستعيد مجرها ولا مرة رأينا هذه القوى المعاكسة لحركة التاريخ تنجح في السيطرة عليه اخترع البشر الدولة في سبيل ترقيهم وضبط أمورهم ونزاعاتهم وهي حتى الآن الشكل الوحيد ليمارس فيه الاجتماع البشري حياته في أطر قانونية ودستورية وأخلاقية الدولة بحد ذاتها ليست عدلا ولا ظلما هذا هو محتواها الذي يملأه الناس إنها ثمرة عقد اجتماعي بين الناس لإدارة شؤون حياتهم لا حرية مطلقة فيها لأحد لأنها تنشأ من تنازل عن هذا الحق الطبيعي في سبيل العقد الاجتماعي صحيفة السياسة الكويتية نقلت عن مدير أمن محافظة لحج قال إن 46 من داعش والقاعدة يخضعون للتحقيقات قالت التفاصيل أكد مدير أمن محافظة لحج العميد عادل الحالمي أن قوات الأمن مستمرة في مداهمة أوكار عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم داعش بحثا عن عدد من المطلوبين أمنيا من عناصرهما لاعتقالهم وقال الحالمي للسياسة اعتقلنا خلال الفترة الماضية نحو 300 شخص تم الإفراج عن 200 منهم بعد ثبوت عدم علاقتهم بالأعمال الإرهابية وتم الإبقاء على 46 من العناصر عناصر القاعدة ودعش وعن المكان الذي ألقى القبض فيه على هذه العناصر قال مدير الأمن اعتقل غالبيتهم في مدينة الحوطة ومنطقة تبن من بين 51 مطلوبا لأجهزة الأمن في محافظة لحج ولفت إلى أن قوات الأمن تتعقب حاليا خمسة من العناصر الإرهابية الخطرة لاعتقالها مضيفا أن أجهزة الأمن تحقق مع من تم القبض عليهم من العناصر الإرهابية تنهيدا لإحالتهم إلى الأجهزة القضائية عند إعادة تفعيل العمل للنيابة والمحاكم في لحج صحيفة الميان الإماراتية عنوانت في إحدى صفحاتها خمسة أطفال يتحدون الميليشيات في صنعاء تقول الصحيفة في التفاصيل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر والخامسة عشر كانوا أصغر المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي والمغلوع صالح في صنعاء وحول أسباب الاعتقال تقول الصحيفة الصغار قاموا بتنزيق شعارات ميليشيات الحوثيين من مسجد ذي النورين تتابع الصحيفة على مدى شهرين كان الأربعة رهن الاعتقال في مركز شرطة العمري كانوا ضحايا الإرهاب النفسي حتى على أهليهم الذين كان يتم تخويفهم بأن أولادهم اعترفوا بأن إخوتهم منتمون لتنظيم داعش الإرهابي ويرسلون لهم مبالغ مالية قبل أن يتم إخراجهم بضمنات وتعهدات صحيفة الحياة اللندنية تتابع أيضا تطورات المعارك ولكن في محافظة الجوف وقالت الصحيفة إن القوات الحكومية أحبطت هجوما فوسيا على مواقع الجيش والمقاومة في محيط معسكر الخنجر الاستراتيجي في مدرية خب والشعف وقالت مصادر للحياة طيران التحالف استهدف مواقع للمتمردين في صرواح وحريب القرميش غرب مأرب كما ضرب تعزيزة حوثية في مدرية نهم شمال شرقي صنعاء حيث تدور معارك كر وفر مع تقدم للقوات الحكومية تتابع الصحيفة جاء التصعيد الميدني غدا تعودة وفد الحوثيين وحزب علي الصالح من مشاورات الكويت التي أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل الدشيخ أحمد تعليقها إلى منتصف الشهر الجاري عن أوضاع البلدان العربية التي شهدت الربيع العربي وعن تطلعات شعوبها التي واجهتها قوى الاستبداد كتب سعيد الشهابي مقالاً ونشره في صحيفة القدس العربي وقال الكاتب شيئاً فشيئاً تتجه أوضاع العديد من الدول العربية نحو الوضع الذي كانت عليه عندما اندلعت ثورات الربيع العربي قبل أقل من ستة أعوام يومها كان القمع هو الظاهرة الأوضح في تلك الدول كما كان الهدوء النسبي الظاهري مؤشراً لعمق ذلك القمع والقبضة الحديدية للأنظمة وليس الاستقرار أمني حقيقي الذي لا يتحقق إلا برضى الناس وشعورهم بالعدل والأمان وتوفر المستوى الأدنى من الحقوق جاء الانقلاب على الثورات مفاجئاً ولكنه كان مدروساً وشاركت فيه قوى الثورة المضادة بفاعلية كبيرة وتصميم منقطع النظير وكان بإمكان أغلب البلدان التي حدثت فيها الحراكات الشعبية وتلك التي لم تكن رياح الثورة قد وصلتها أن تستفيد من هذه الفترة لمنع الاحتقان الداخلي وإزالة أسبابه خصوصاً في مجال الحقوق السياسية والمدنية كان بإمكانها مثلاً إعلان حزمة من الإصلاحات المحدودة التي توفر مجالاً للتنفس عن الاحتقان وتبيض سجونها من معتقلي الرأي ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث وعلى العكس تصاعدت الانتهاكات بمعدلات كبيرة بموازات تعمق الاستبداد وتغول الدولة العميقة الرافضة للإنفتاح وتطوير وإضاف إلى أسباب الاحتقان هذه المرة تدخل قوى الثورة المضادة في الشؤون الداخلية للدول العربية بأشكال وأساليب مقززة تعمق الشعور بانتهاء السيادة الوطنية وتعمق الهيمنة الأجنبية على العالم العربي بهذا القادر من الصحف العربية والمواقع الإخبارية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة كوشك الصحافة أراكم على خير وأترككم مع الرسام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة